مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم السبت 29 من شهر يوليو تموز 2023 انخفاض منسوب نهر الراين يهدد الشحن الداخلي تتم حوالي 80% من حركة الشحن الداخلي للبضائع في ألمانيا على نهر الراين عن طريق سفن حاويات كبيرة ولكن هذا العام انخفض منسوب مياه نهر الراين بشكل كبير في بعض الأماكن حيث بلغ الانخفاض حوالي 40 سنتيمترا وبالتالي السفينة التي يمكن أن تستوعب عادة 5000 طن تحمل الآن 2000 طن فقط وفي أماكن أخرى تم إيقاف الشحن تماما بسبب المياه الضحلة وبالتالي إذا تراجع نهر الراين بشكل متزايد كطريق نقل في المستقبل فقد تواجه ألمانيا مشكلة كبيرة لأنه لا توجد بدائل كافية حيث أن سعة السكك الحديدية محدودة وغير كافية لاستيعاب حركة الشحن في مبنى سكني في بلدة لانغفايد الصغيرة بمقاطعة باين أطلق رجل النار على خمسة أشخاص مساء الجمعة مات ثلاثة منهم مرأتان ورجل وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة تم القبض على الرجل البالغ من العمر 64 عاما بعد الجريمة بوقت قصير حيث سمح باعتقاله في سيارته دون مقاومة لا تزال الخلفية الدقيقة والدافع وراء الفعل الدموي غير واضحين ولكن الشرطة تفترض وجود نزاع في الحي باعتبار أن الجاني والقتل السلاسة هم جيران يعيشون في نفس المبنى السكني ويعرفون بعضهم البعض جدير بالذكر أن وسائل الأعلام الألمانية لم تذكر جنسية الفاعل والضحايا أظهرت حرب أوكرانيا مدى أهمية الأقمار الصناعية للاستطلاع والإمداد بالإنترنت لذلك تسعى ألمانيا لإرسال أقمار صناعية خاصة بها إلى الفضاء بشكل مستقل من خلال إنشاء منصة إطلاق متنقلة في بحر الشمال الألماني جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الألمانية في مهماتها الفضائية هذا يعني أن التقنيات الألمانية متوفرة في هذا المجال لدعم خطط الاستقلال كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم